لواء أركان حرب كامل وزير رئيس أركان هيئة الهندسية بالقوات المسلحة المشرف العام على مشروع قناة السويس الجديدة قال إن جميع أعمال الحفر في قناة السويس هتنتهي إن شاء الله على 6 إبريل اللي جاي وإن أعمال التكريك لتعميق القناة هتنتهي على بداية يوليو اللي جاي والشهر الأخير إن شاء الله قبل فتح القناة يعني في 6 أغسطس هيخصص لتجهيز القناة قال اللواء كامل وزيري كلام ده خلال استقباله لعدد من الفتيات النهاردة للاحتفال بيوم الفتاة المصرية اللي نظمته وزارة الشباب والرياضة اتكلم كمان على إن عدد السفن اللي بتعبر قناة السويس حاليا بنتكلم على حوالي 47 سفينة يوميا وإن القناة الجديدة بإذن الله هتوفر 11 ساعة لعبور السفن وهتسمح كمان بمرور السفن ذات الغاطس العميق التي كانت لا تعبر القناة فبالتالي العدد المتوقع أن يزيد لمية سفينة يوميا بعد افتتاح قناة السويس الجديدة